موسيقى تتابعون نشرطا مفصلة من الجزائر الدولية نستهلها بالحدث بعد هذا الفاصل ارتكب الاحتلال السجونية 12 تمت زرة ضد العائلات الفلسطينية في غزة رح ضحيتها 135 شهيدا وأصيب فيها 312 شخصا خلال الساعة الاربع والعشرين الماضية وحسب بيان لمتحدث باسم وزارة السحل الفلسطينية في غزة أشرف القدرة فقد ارتفعت حصيلة العدوان الصيوني على القطاع إلى 23843 شهيدا و60317 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي المصدر ذاته أشر إلى أن الإبادة الجمعية جعلت واحدا من بين عشرين فلسطينيا في قطاع غزة إما شهيدا أو جريحا أو مفقودة وفي اليوم التاسع والتسعين من العدوان الصيونية انتشلت طواقم الدفاع المدني جثامين عشرين شهيدا فجر السبت إثر قصف الاحتلال منزلا في حي الدرج بمدينة غزة وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية في حين وصل عدد من الجرحى إلى مستشفى ناصر جراء قصف متفعي عنيف وسط وجنوب خان يونس استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون في قصف للاحتلال الصيوني المتواصل على أنحاء متفرقة في قطاع غزة واستهدف طائرة الاحتلال عدة منازل في حي الدعوة شمال النصيرات وسط القطاع ما أسفر عن استشهاد العشرات وإصابة آخرين بجروح فيما لا يزاد مفقدون تحت الأنقاض كما شهدت منطقة شرق دير البلح والنصيرات والمغازي ومحيط مستشفى شوديل أقصى وسط قطاع غزة قصفا مكثفا خلال الساعات الماضجة هذا وارتكب الاحتلال ليلة الجمعة للسبت مدزرة مروعة في حق النزحين الفلسطينيين في محافظة رفح جنوب قطاع غزة بالتزامن مع تنص لسلطات الاحتلال من مسؤولية التعثر دخول المساعدات عبر معبر رفح الأمر الذي فاقم من الوضع الإنساني بالقطع بلا توقف يستمر الاحتلال الصهيوني في رسم مشاهد إبادة الفلسطينيين في قطاع غزة حيث استهدف طيرانه الحربي ليلة الجمعة إلى السبت خياما للنازحين بمحافظة رفح التي يزعم الاحتلال تصنيفها منطقة آمنة عشرات الشهداء في مجزرة جديدة شرق معبر رفح الحدودي معظمهم أطفال ونساء ينتمون إلى عائلات نازحة كانوا قاعدين آمنين في بيتهم كل واحد بزوجته بولاده كل الأخوة يعني كل أيتهم قاعدين بتعشهم والدليل والدليل ماتوا ماتوا وهم قاعدين بتعشهم الطفلة هذه ماتتوا هيجوا عنها كانت بتأكل كانت بتأكل خبزة خبزة حاف هيها خبزة حاف وين محكمة الجناية الدولية تتفرج أطفال غزة كيف تموت مع توالي مذابح الاحتلال جنوب قطع غزة زاد يقين الفلسطينيين أن مزاعم المناطق الآمنة مجرد خدعة صهيونية لتهجيرهم قسرا وإبادتهم جماعيا كله كذب في كذب كله كذب في كذب ولا صانط آمن آمن والضرب هايكو شايفين النتيجة هاي نتيجة المناطق الآمنة أنا بناشد كل واحد يضل في بيته ما يطلعش من إخواننا فيش منطقة آمنة مش لازم نرحل منظورنا ولا بطريقة نطلعش وبعد نحو مئة يوم من الإبادة تقاوم الأطقم الطبية هنا بالمستشفى الكويتي في رفح الأوضاع الصعبة لإسعاف ما يمكن من المصابين على كثرتهم وإن كان المقابل التضحية بلقاء أهلهم وأبنائهم أو معرفة أخبارهم وذلك منذ أسابيع وأشهر طوال كيف مرت هذه المئة يوم لا ندري كيف مرت ولكنها مرت مرت بمرارها مرت بالشهداء والجرحى والمصابين مرت بمشاهد الألم والقسوة والحسرة ونحن نرى ما يهدم ليس فقط البيوت والجامعات والمدارس وما يقصف ليس المستشفيات ولا الشوارع ومن يستهدف ليس فقط الطواقم الطبية ولا سيارات الإسعاف إنما تذهب معها أحلامنا وطموحاتنا وآمالنا في حياة كريمة كنا نحاول أن نعيشها تحت الحصار مجازر رفح تتزامن مع إغلاق تام لمعبرها البري وتواصل عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة المحاصر فبات خيار الصامدين فيه التعرض لحملات التجويع والإبادة الجماعية هذا وصل عدد من الجرحة إلى مستشفى ناصر الطبي جراء قصف مدفعي عنيف وسط وجنوب خل يونس جنوب قطاع غزة وكانت طائرات الاحتلال قد شنت حزاما ناريا على مناطق كالزان النجار والبطن السمين في المناطق الجنوبية الشرقية لمدينة خانونس كما شهد حي المنار جنوب شرق خانونس قصفا جويا ومدفعيا عنيفا أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة القطاع الطيار الكهربائي وتوقف المولدات الكهربائية عن مستشفى شهداء الأقصى بسبب نفاذ الوقود وشدد المكتب في بيان له على أن الأمر ينظر بوقوع كارثة إنسانية جديدة وتوقيف الخدمة الصحية معربا عن مخاوفه من وفاة مرضى وأطفال في أقسام العناية المركزة والحضانة محملا جميع جهات الاختصاص والجهات ذات العلاقة المسؤولية الكاملة عن أي كارثة أو حالات وفاة قد يتعرضون لها أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن قطاع الاتصال بشكل كامل عن تواقمها العاملة في قطاع غزة بسبب قطع الاحتلال الصيوني خدمات الاتصالات والإنترنت وذكرت الجمعية في بيان لها أن قطع الاتصالات سيزيد من حجم التحديات التي تواجه طواقم الهلال الأحمر في تقديم خدماتها الإسعافية والوصول للجرح والمصابين بالسرعة اللازمة وأشارت الجمعية إلى أن طواقمها أجلت بالتسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر حوالي 28 مواطنا من الجرحة ومرافقيهم من مجمع الشفاء الطبي ومستشفى كامال عدوان والنقطة الطبية التابعة لها في جبال شمالي القطح قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتين جريفث إنه يشعر بقلق عميق حيالة صرحات الأخيرة لمسؤولين في حكومة الاحتلال حول خطط التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين من غزة نحو دول مجاورة مؤكدا تعارض هذه المخططات مع القانون الدولي جريفث وفي كلمة له خلال كلمة له الجمعة أمام عضاء مجلس الأمن جددت دعوة إلى وقف إطلاق النار كما حثى المجلس على اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الحرب المتواصلة منذ أكثر من ثلاثة أشهر على قطاع غزة في ظل هذه الظروف سيؤدي انتشار الأعمال العدائية جنوبا إلى زيادة الضغط بشكل كبير للنزوح الجماعي للأشخاص إلى البلدان المجاورة في هذا السياق نشعر بانزعاج عميق إذا التصريحات الأخيرة التي أدل بها الوزراء الإسرائيليون بشأن خطط تشجيع التهجير الجماعي للمدنيين في غزة وإعادة توطينهم في بلدان أخرى هذه التصريحات تثير قلقا بالغا إذا احتمال التهجير الجماعي القصري للفلسطينيين من قطاع غزة وهو أمر يحضره القانون الدولي حظرا باتا ويجب رفض أي محاولة لتغيير التكوين الديمغرافي لغزة رفضا قاطعا طلبت الجزائر على لسان مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامح خلال اجتماع مجلس الأمن حول التهجير القصري للفلسطينيين طالبت المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن أن يتكلم بصوت واحد وقوي لرفض تهجير الفلسطينيين وخلال الاجتماع الذي دعت إليه الجزائر ذكر السفير بن جامع بما أكده أو ذكر بما أكده الرئيس الجزائري عبد المشيد تبون أن ما يحدث بغزة سيبقى وصمة عار في جابين الإنسانية مشيرا إلى أن الصمت حياله يعد تواطئا وأشددت الجزائر على أنه لا مكان للفلسطينيين إلا على أرضهم مشيرة إلى المخططات الرامية إلى تهجيرهم خارج أرضهم وتصفية القضية الفلسطينية من خلال تفريغ الأراضي المحتلة من سكانها لا يكفي أن كل سك على المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن أن يتكلم بصوت واحد وقوي لرفض تهجير الفلسطينيين لا أحد داخل هذه القاعة يمكن أن يبقى صامتا أمام هذه المشاريع إن الصمت هنا تواطئ مثل ما أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إن ما يحدث بغزة سيبقى وصمة عار وصمة عار في جبين الإنسانية يجب أن يكون موقفنا واضح لرفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم على الجميع أن يدرك إنه لا مكان للفلسطينيين إلا على أرضهم بحث مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الوضع المتدهور في قطاع غزة الجمعة حيث دعا عددا من الأعضاء إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وجددت الجزائر أمام مجلس الأمن الدولي مطالبها لوقف عاجل ودائم لإطلاق النار في غزة ودعمها ثابت للشعب الفلسطيني حتى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف فيما نوه منذبو الدول المشاركة إلى ضرورة وقف إطلاق النار في القطاع وإدخال مزيد من المساعدات المنقذة لحياة الفلسطينيين الذين تقطعت بهم السبول أنا يكفي قتل أكتر من 30 ألف شخص منهم أكتر من 10 ألف طفل ألا يكفي إصابة أكتر من 60 ألف شخص ألا يكفي تهديم أكتر من 60% من مباني غزة ألا يكفي أن كل سكان غزة يواجهون الآن خطر المجاعة نعم كل سكان غزة هل سيقبل المجتمع الدولي أن يبقى أكتر من 2 مليون شخص يعانون الجوع والمرض نجدد مطالبنا بوقف عاجل ودائم لإطلاق النار في غزة كما نجدد دعمنا التابت للشعب الفلسطيني شقيق حتى إقامة دولته دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف قالت كتيب عزدين القسام الجنح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس إنها استهدفت أربع دبابات ميركافا صيونية وناقلة جند بقذائف اليسين 105 شرق مدينة خانونس جنوب قطع غزة القسام أضافت في بيان لها السبت أن مقاتليها تمكنوا من استهداف قوة صيونية رجلة بقذيفة تي بي جي مضادة للتحصينات شرق مدينة خانونس وأكيدة مقتل عدد من أفرادها كما أشرت القسام إلى تمكن مقاتلها من الإجهاز على جنديين صيونيين بشكل مباشر من مسافة السفر شرق مدينة خانونس كما نشرت سرية القدس مشاهدة من عمليات تفجير حقل ألغام في خط إمداد للاحتلال والقوات المساندة في قوة صيونية راجلة جنوب وشرق غزة شكرا للمنزل بجنوب شكرا للمشاهد على الجهزين شكرا للمشاهد بطا sumة بطا عمليات انيوه ما سدت درمياتنا ما سدت مغلواتنا مع المحاولات ومع مواصلة الاحتلال الصيونية عدوانه الهمجي في القطاع المنكوب دون توقف تتجدد الام النازحين جراء فقدانهم افرادا من عائلاتهم خلال القصف الهمجي الذي طالب نازلهم في ذا الاستمرار الى القتل والتدمير في حصد المزيد من ارواح اهل غزة كانوا جميعا على موعد واحد مع الشهد انهم افراد من عائلة شعت طالتهم صواريخ الغدر الصهيونية في خان يونس نزحوا من بيوتهم خوفا على حياتهم لكن همجية الاحتلال اصرت على ملاحقتهم اينما كانوا وحيثما وجدوا وكانت بضع دقائق فقط كفيلة بارتقائهم شهداء لا غرابة في ان تفقد عائلات فلسطينية في غزة عددا كبيرا من افرادها فآلة القتل الصهيونية تأتي على كل شيء في غزة فاقت وحشيتها كل الوصف اول تنبارح ضربونا ضربوا ضرب صاروخ فطلعنا كلياتنا نزحنا على البحر فاجوا ياخدوا بقية الغراض يعني فاجوا ياخدوا بقية الغراض اللازمة لنا يعني اللازمة من الضار اول صاروخ استهدفوهم استهدفوا اخويا وابني اجوا ولاد اخويا منهم فاجوا بدهم يصعفوهم استهدفوهم صاروخ تاني اجوا برضو ولاد اختي وناس مقيمين عندهم استهدفوهم بصاروخ تالت واستهدفوهم بصاروخ رابع لقد بادت الاكفان البيضاء في غزة شاهدة على الجرائم الصهيونية التي نالت من الابرياء والمدنيين جرائم تجاوزت كل الحدود راضية بالقضاء والقدر في اصعب اللحظات لفقدانها الاهل والاقارب عائلات فلسطينية يعتصر قلوبها الحزن والألم تجاه ما يعاننه من وحشية تعمدت تدمير المنازل على رؤوس أصحابها ألم كبير في الروح لن تمحوه الأعوام ووجوه لا تفارقها الدموع ومشاهد من غزة تتشح السواد حزنا على فراق الأحب هكذا هو حال غزة أم تتلى وأخرى أرملة وطفل يتيم وعائلة مشردة استشهد ثلاثة فلسطينيين من بلدة إذنى غربي الخليل السبت برصاص قوات الاحتلال الصيوني قرب مستوطنة أدورا وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب الشبان الثلاثة قرب مستوطنة أدورا المقامة على أراضي المواطنين قرب بلدة إذنى غربي الخليل ما أدى إلى استشهاد طفلين وأشاب في أعقاب ذلك أغلقت قوات الاحتلال مداخل بلدتي إذنى وترقومية وانتشرت بكثافة في محيط مستوطنة أدورا فيما قامت طائرات الاحتلال بإطلاق قنابل الإنارة في المنطقة وفي الوقت الذي تستمر فيه مجازر والاحتلال في قطاع غزة مخلفة عشرات الشهداء والجرحى يوميا وقف فريق الدفاع الصيوني بمحكمة العدل الدولية لمواجهة إثباتات جنوب إفريقيا بارتكابه الإبادة الجمعية بقطاع غزة حيث أظهر الفريق القانوني للكيان ضعف روايته وتعمق عزلته دوليا لم تغادر جغرافية غزة للحظة مشاهد القتل والتنكيل والتدمير بين الفعل وتوابعه تجلت حرمة النجاة ذاك نهج الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه الوحشي على القطاع مكان تهاوي سردية الكيان والشاهد على الإبادة الجماعية التي جرت المحتلة نحو محكمة العدل الدولية أدرك حيالها خسران صورة لطالما زعم أنها مثالية فيحاول الكيان عبر فريقه القانوني خلال جلسة الاستماع قولبة دلائل بريتوريا الدامغة لتتبعثر أوراقه وينفضح ارتباكه كما لا تصدق حججه قوة دعم للشعب البريستريني وقوة نهضة إسرائيل ويسلط الأضواء على ما تفعله إسرائيل ليس فقط خلال هذه الحرب بل طلت 75 يوار عاما من ارتكاب المجازر جنوب إفريقيا ليست دولة اعتيادية وربما ضارت النافعة كونها ليست عربية ولا إسلامية هذا يؤشر إلى القوة الأخلاقية والإنسانية في أسباب الدعوة بالتالي ليس هناك أسباب تلطبط بالعصبية الدينية أو العصبية القومية أو الوطنية وليست جارة لنقول أن لها مصالح أو خصومة مع إسرائيل هذه الدولة هي حاملة التراث تماما كما نهارت قواته في غزة الفريق الصهيوني في لهاي لم يصمد أمام دلائل الإبادة الجماعية لجنوب إفريقيا ومثله الدعم الغربي للعدوان الذي تراجع حد زجي بواشنطن نحو العزلة الدولية وحدها تواجه حرج الدفاع عن شرائم شنيعة أوقعت حليفها الصهيوني في مأزق قانوني قبل مأزق عسكري يكبده يوميا خسائر في العدة والعتاد لاحظنا اليوم بفريق الإسرائيلي وفريق الدفاع الإسرائيلي في المحكمة أنه عرّج على مسألة أنه التدابير اللي ممكن تتخذها المحكمة وطالب المحكمة بينها تراعي حقوق الأطراف واضح أنه الفريق الإسرائيلي يتوقع في سيناريو من السيناريو يتوقع أن تصدر المحكمة هذه الحكم ولكنه يطلب منها أن تأخذ بعين الاعتبار لاحتياجات الإسرائيلية فباستنادا علينا أتوقع أن حكم المحكمة ممكن يصدر في أمر إسرائيل في اتخاذ تدابير في وقف العملات العسكرية ولكن ممكن يكون بشكل مطلق وممكن يكون بشكل جزئي عقب انتهاء جلسات الاستماع تدخل العدو الدولي مرحلة المداولات من أجل إصدار قرار استعجالي مؤقت في غضون أسابيع تؤشر المعطيات باستجابته لطلب جنوب إفريقيا بوقف الإبادة الجماعية قرار يخشاه الاحتلال وإن كان متوقعا انتهاكه مثل كل مرة شنت الولايات المتحدة فجر السبت ضربات جديدة قالت انها على أهداف لجماعة الحوثي في اليمن بعد 24 ساعة على غارات مشتركة مع بريطانيا بهدف ما تسميانه إضعاف قدرات الحوثيين على شن هجمات في البحر الأحمر وقالت وسائل أعلام أمريكية أن ضربات استهدفت منشأة رادار للحوثيين فيما قالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن مضمرة الصواريخ الموجهة كارني استخدمت صواريخ تومهوك في الضربة اللاحقة التي نفذت في ساعة مبكرة من اليوم السابت ضمن مسعى لتقليص قدرة الحوثيين على مهاجمة السفن البحرية بما في ذلك السفن التجارية على حد تعبيرها من جاته دعا الأمير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيراش جميع الأطراف إلى عدم التصعيد بعد الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا في الجمن وحث جوتيراش في تصريح أدل به المتحدث باسمه استيفان دوجاريك على الهتزام بالقانون الدولي ضمن ما تعتبره دول حماية لسفنها من هجمات الحوثيين في البحر الأحمر مجددا التأكيد على أن الهجمات على الملاحة الدولية في المنطقة تعرض سلامة سلسل الإمداد العالمية وأمنها للخطر وفق وصفه محضرا في السياق من تضيع ما تم إنجازه في طريق استعادة الاستقرار باليمن ختم هذا الموعد الإخباري تابعوا ألتواني فور نيوز على منصات تواصل اجتماعي المختلفة كما تجدون أيضا موقع الإلكتروني في خدمتكم دائما إلى اللقاء اشتركوا في القناة